بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هندي كده هومورك على ال 1D Arrays اللي احنا خدناها لحد النهاردة عملنا شوية براكتس عليها خليك فاكر القاعدة اللي قدناها في اول السيرز دي حاول لما تيجي تتعلم ما تعودش تتعلم كتير جدا تتعلم شوية وبراكتس كتير على الشوية دي علشان فعلا المعلومة دي تثبت وتبقى حاضرة في ذهنة غير كده هتتعلم حاجات كتير فقدرة عقلك على استدعاء المعلومة هتبقى ضعيفة هليك فاكر انك انت بتتعلم لغة جديدة فعشان تبقى شاطر في اللغة دي لازم تعدي ثري شولد معين من البراكتس فاكر كده مثلا في الاطفال وما بيتعلموا النقطة اول مرة فهبتلاقيهم بيتهتهوا وبتلاقي في طفل بتعلم اسرع من التاني هاتبقى اي اتنين كبار بغض النظر معدلات الذكاء والغباء وإلى ذلك هتلاقيهم التانين بيتكلموا كواس جدا بغض النظر عنها حاجة ليه؟ اكتازوا مرحلة معينة من السمع والكلام فاحنا بالمثل هنا لازم تكتاز مرحلتين معينين مرحلة من إراية الكود ومرحلة من النظر لكود بمجرد من انك تكتاز المرحلتين دي كاثرة الإراية وكاثرة الكتابة هتلاقي نفسك خلاص ايه الموضوع بالنسبة لك بقى جزء من عقليتك يعني فهناخد شوي بروبلم زي كده بسيطة الغرض منها ان احنا نبدأ نشتغل فعلا اول بروبلم عندنا given a string وزي ما قلنا ال string ده اذا character array given a string سواء عايز تكتبه string او فعلا character array convert it to integer يعني مثلا لو اديتك 156 كstring هترجعه لي 165 طب لو اديتك 002520 هترجعه لي 1520 فانتبه هنا لان الاصفار في الاول دي ايه ممكن تعمل لك مشكلة خلاص طيب لو function receive ده ايه حاجة غلط assertive false فاكرين assertive false اللي عملناها في التستنج قبل كده حاجة غلط زي ايه حاجة مثلا مش string اساسا مثلا مديك حاجة فيها characters او مديك حاجة فيها spaces او مديك string فودي وهكذا فكر في الايه فكر في الكيسز المختلفة طيب البروبلم الثانية اه الجروبينج افرد مثلا هتديك string بالمنظر ده واحد واحد اتنين 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 اي 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 بي بي وهكذا فانا عايزة كل group of similar letters وارا بعض تقسمهم في group يعني هتقول لي ان فيه هنا group واحد 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 وجروب اتنين 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 وجروب اي اي وجروب بي 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 وهاش خلاص طيب افرد مثلا جروب اتش 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 هو هو واحد بس شفت هنا ازاي انا بفكر بديك مثلا input بفكر في التست كيسز المختلفة الانبوت لازم هيبقى فيه minimum one group او mini groups اوكي ممكن واحد بيفكر في كيس تانية ان الانبوت كله عبارة عن letters مختلفة اي بي سي دي اي دولا كده خمسة groups فدايما وانت بتكتب خلي عقليتك عقلية بتفكر في التست كيسز المختلفة اي آآ اوكي آآ ليث ليسذان هديك تو سترينغز وتبدأ تقارن بنفسك الاتنين سترينغز دولا اром زي مثلا انت عارف مثلا اي اي ده اصغر من مين اي اي اصغر من مثلا اي 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 وهكذا خلاص اي بي اصغر من سي اي بنعرف ازاي هل ال a أصغر من ال a لأ لسه ما ينفعش هل ال a أصغر من ال a لأ هل لو خلص أصغر من حاجة لسه بتكمل a أصغر يعني ده dictionary sort فكر في dictionary sort طبعا زي ما احنا عارفين ال string نفسه ينفع تقارنه أساسا بالأصغر من يعني زي ما بينقارن 10 أصغر من 20 c++ يتخليك تقارن بالأصغر من فبعد ما تكتب البرنامج بتاعك اللي بيقارن حرف بحرف اعمل testing واستخدم ال function بتاعتك و الوبراطور أصغر منه و ايه قزرت ان ال اتنين يطلعوا نفس النتيجة ال substrings ان احنا محتاجين نبرنت كل لل substrings اللي جوه string مثلا لو ديتك string 123a يبقى انا عندي كم substrings واحد واحد اتنين واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة ايه وهكذا ايه برنت كل دوت لو عايز برضو Mathematica ليه تحسب جرب تعرف عدد الارقام اللي تطلع دي عددهم قد ايه من غير البرنامج يعني لو 123a دوت طلع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر طلع عشر حاجات العشرة دي Mathematica على عرف اجيبها ولا لا في حاجة هنا مهمة نحاول نقولها اول حاجة نفكر بها ال order قلنا زمان ال order ده اللي هو بيعبر عن efficiency بتاعت ال program لو جيت تكتب برنامج زي ده غالبا هتعمل اتنين for loops بيجرب كل البداية والنهاية ويعرض خلاص فكنا بنقول order بتاع ده n square لان الغريبة هتعمل من الدواء عن طريق اتنين loops كل loop يوم بيمشي حوالي n خلاص النوع ده من الحلول بنسميه brute force اللي هي ترجمتها القوة الغشمة لكن معناها ايه؟ معناها انك انت عشان تحل ال problem جربت كل حاج متاح لاحظينا انك انت ايه؟ بيقولك مثلا عايز اعرض كل ال sub strings فمش هنجيد كل ال sub strings غير عن طريق ان احنا نجربهم كلهم فعلا واكادة فكلمة brute force معناها ان احنا بنجرب كل حاجة ومعناها هيقوى تسوية بعد شوية فهم ستاعة تانية طيب الميثود اللي بعد كده هتديك string num عاديدين نعمل function دي string add 9999 string num هتديك string بس خلي بالك انه هيبقى كبير شوية حلوين وهقولك اضيف عليه 9999 فمثلا لو ديتك 129 وضفت عليه اربعة تساعات هيبقى الرقم ده 10128 طب لو ديتك ال string ده هيبقى الرقم ده ويفرد ديتك ال string الكبير ده هيبقى الرقم ده فخلي بالك ان ال string ده ضخم وكونه ضخم معنا انك متعافش تحويل ال integer مثلا عايزك تلاحظ يعني انا two examples الاخرانين دولة فيهم حاجة common كده عايزك تبقى تفكر فيها مع نفسك طيب نبدأ بقى نشتغل على arrays نفسها مش ال strings انا عايزة اديك problem هنسميها some query هتديك array وهتديك شوية queries كتيرة كل query هيبقى عبارة عن بداية ونهاية في ال array دوت المطلوب منك انك ترجع للمجموع بتاع ال interval ده فمثلا لو ده ال array 2504 وديتك query 01 ف01 ده معناه من ال index 0 اللي هو عند ال 1 هنا لل index 1 اللي هو عند ال 2 هنا فمجموعة ال 1 وال 2 3 طيب من 0 ال 4 اللي هو بقى ال array كله هيبقى مجموعة 12 طيب من 2 ال 4 بس هيبقى من 5049 وهكذا خلاص كده طيب غالبا انت علشان تحاول تحل ال problem دي هتفكر في انك انت given query تعالى نعدي على ال array من البداية للنهاية ونجمع الارقام دي خلاص اول حاجة ال order بتاع الكلام ده قدي ايه ال order بتاعه هو عدد ال queries اللي هو q مثلا في ال interval اللي هو اخره n يبقى ال order حوالي q في n لو مش فاهم موضيع ال order دي خلاص ما تشغلش بلك دلوقتي بس لو قط المعنى بحاجة كويسة طيب ال natural بتاعه solution عبارة عن ايه برضو نوعا ما هي عبارة عن brute force ليه لانك انت محتاج تعدى تجمع كل حاجة علشان تحسب الانصر وان كان ال brute force كمانا هنا مش ضخ جوي بس المهم المهم ان احنا عايزين نعرف هل نعرف نجاوب على ال query ده من غير ما نعمل loop يعني لما قطي لك من صفر ال الاربعة فانت عديد تجمع كل ارقام من صفر ال الاربعة هل نعرف نعمل ده in like one step كده او two steps بالظبط هل نعرف هتديك هنت تحاول تستخدمه جربت اكميلات ال query يعني ادي ال query اول واحد هتنزل واحد اتنين دي هيبقى مجموعة واحد واثنين فهم ثلاثة عند الخمسة هيبقى مجموعة كل اللي هنا واحد اتنين ثلاثة خمسة تمانية وصفر هيبقى صفر والتمانية هيبقى ال تمانية والاربعة واللي قبله كان تمانية بقى اتناشر خلاص اذا فارثر هنا تلاحظ ان ال اتناشر دي هي هي نفسها من صفر الاربعة search for a number لو انا اديتك array و value f معينة وعايزك تقول لي هل الرقم ده موجود في ال array ولا لا يعني وديتك مثلا واحد خمسة ستة فبقولك هل السبعة موجودة تقول لي لا مش موجودة هل الخمسة موجودة اه موجودة في ال position 1 ففكر تعمل حاجة زي كده برضو غالبا اول حاجة ممكن تجي في بالك يلا نعدي على كل سل في ال array ونشوف هل هي قيمة ولا لا ده فعلا اسمه brute force المراد لان brute force معناها try everything try everything فانا هتراي everything ازاي المرادة هجرب اعدي على كل مكان طيب تخيل ان ال array ده دايما كان sorted هل تعرف تحل ال problem بصورة اسرع طب هو الحل اللي فاد ده كان عامل ازاي الحل اللي فاد ده order in ما معناه انك هتعمل in operations عشان تحدد الرقم موجود ولا مش موجود طب هل نعف نعمل حاجة احسن من order in هل ينفع من غير ما نعدي على كل element في ال array نعرف ان كان فعلا رقم موجود ولا مش موجود هديك hint حاول تستغل لفكرة ان هو sorted لو احنا معنا كتاب مثلا 3000 صفحة وبعدين حد قال لك طلع لنا كده الصفحة رقم 1000 ويبدأ اي ارى فروحت انت مسك الكتاب وفتحه كده من مكان ما ففتحت على صفحة رقم 2000 بس انت عايز صفحة رقم 1000 الانسان الطبيعي بتاعه انه هيعمل ايه هيروح يدور على الارقام من واحد يعني هيدور على الصفحة كلها اللي قبل ال 2000 مفيش انسان عائل ابدا هيروح يدور على الصفحة من بعد 2000 ليه؟ لان هو يعلم ان الكتاب مترقم صفحة مترقمة بالترتيب فلازم لو فتح 2000 يروح يدور على 1000 طب يفرد راح يدور من واحد الالفين ورح فتحه صفحة رقم 700 يبقى منطق انه عايز يبدأ يدور ما بيه بعد السبعمية واقل من الالفين وهكذا فحاول تستغل الفكرة ديه وشوف ازاي ممكن نعرف ندور على الري رقم من غير ما نعد على كل حاجة طبعا اللي تحت ده ما بقسش مبرود فورس وانت لو عايز صفحة رقم 1000 في كتاب عدد صفحة 3000 مش هتعد على كل صفحة في الكتاب عشان تعرف الصفحة دي فين؟ طيب جيفن الري وفاليو اس عايزين نعرف هل الري ده في رقمين مجموعهم اس ولا لا؟ خلاص برضو ممكن تفكر بصورة بروت فورس مفادهة تعالى نجرب كل رقمين يعني فرلوب على الري وفرلوب تاني على الري خلاص وتجمسك الرقمين وتجمعهم وتشوف اه انا هنا بس ما كتبتش حاجة بسيطة ان الرقمين دولا يعني لازم يكونوا البوزيشنز اي و جي مختلفين طيب ده بروت فورس و الودر بتاعه ن سكوير لانك محتاج تعمل ن سكوير اوبريشنز عشان توصل مرة تانية لو الري ده هل تعرف تعمل ده بصورة احسن من كده؟ اوب طريقتين مختلفتين الطريقة الاولى انك تحاول تستخدم الحل بتاع السيرش اللي احنا عملنا البرة فاتت لو هو سريع الطريقة التانية هاقول تفكر في صورة احسن من الاتنين دي بيك فاكتوريال الفاكتوريال زي ما احنا فاكرين فاكتوريال الخامسة هو حاصل ضرب الارقام من واحد لخمسة فاكتوريال السابعة حاصل ضرب الارقام من واحد لسبعة واحد كده مثلا فاكتوريال 4 بكام؟ بواحد في اتنين في تلاتة في اربعة اللي هو واحد في اتنين باتنين اتنين في تلاتة بستة ستة في اربعة باربعة وعشرين زي ما احنا عارفين ان الفاكتوريال بيكبر بصورة عنيفة جدا سريعة جدا وفي نفس الوقت عارفين ان اللونج لونج والانتيجر والحاجات دي ما بيتعافش تشيل اي رقم لو الرقم 64 بت اخره انه يشيل اثنين قسة 4 وستين مينس ون وبالتالي مثلا ممكن نريبريزنت حاجة زي فكتوريا عشرة اظن بيوصل لحد فكتوريا العشرين للونج لونج لكن ما نعرفش ابدا ان نمثل حاجة زي فكتوريا المية طب افريد بقى احنا عايزين نحسب فكتوريا المية خلاص في حاجة هتاخدها لما تجبر شو اسمها بيج انتيجر ده كنا احنا الوقت هنسمي ليت طريقة ظريفة نعمل بيها البيج قري دي فانا هديك الهنت بتاعها اول حاجة هتعمل قري كبير جدا ما عرفش يعني كبير بعدد ايه كبير بعدد الديجيتس بتاعة الرقم فانت لوقت ما تعرفش مثلا فكتوريا المية هبقى بكام عرفه مثلا اوفلينسي مليون موقعها هتانيشيلايز القري ده لواحد انهي حاجة فيه الواحد اول سلة بس خلاص بسلوب اضاق احنا هنعمل ايه في القري دوت احنا عايزين القري دوت لما نبقى عند الاي بواحد يعبر عن فكتوريا الواحد اي باثنين يعبر عن فكتوريا الاثنين اي تلاتة عبر عن فكتوريا الاثنين لكن هيعبر عنه بصورة ريفيرسد ما معناه ايه معناه مثلا لو معك رقم زي 125 فقريه الصفر هيبقى فيها الخمسة مش هيبقى فيها الواحد خلاص بصورة كده 125 يتعلبت مرة تانية غرض السيميليشن انه عند الاي ث اتريشن يبقى القريه جواه الفاليو بتاعة فكتوريا الاي بس مقلوبة طب والفكرة عبارة عن ايه الفكرة ان احنا بدلا ما كنا هنضرب مثلا انتجر في انتجر في الاريي خلاص طب ما هنضرب ها الانتجر ازاي في الاريي هنخلي دايما كل سل في الاريي بتعبر عن ديجيت واحد بس ايه المهم الطريقة تبقى كلياتي احنا قلنا هننشاليز الاريي للفاليو واحد اللي هو واحد وشوية صفار وبعد كده هنبدأ من اول اي في اتنين لان كده خلاص الاريي في فكتور الواحد اضرب الاي في كل سل الموجود عندك اضرب الاي في كل سل لو معك رقم زي مثلا الاثناشر فهتضرب الاثناشر في اثنين باربعة وعشرين فهي مفادهه بالضبط زي الاثنين اضربت في الواحد بقت اثنين والاثنين اضربت في اربعة وبقى اثنين فبقت اثنين اهيه في مشكلة بقى بعد شوية ايه هي انه ممكن السلز معينة مثلا افرد السل اللي كان افرد مثلا دان رقم زي 29 فاثنين في اثنين باربع لكن اثنين في تسعة وعقم بقى 18 ماينفعش ففي كاري اساسا الحساب الرياضي بتاعنا بيبقى في كاري فاحنا هنمسك الكاري ونحطه في السل اللي على يمنا ده بنعمله ازاي في الماث لو معاك مثلا رقم زي 18 فال18 موضل 10 ب8 ده الكاري هو و18 على 10 ب1 ده الفاليو الاساسي خلاص اخر حاجة خلي بالك ان اخر سل في القرية ممكن يبقى فيها كاري والكاري ده ممكن يبقى كبير فتقط بروباجيتت يمين 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 لحد ما يخلص سيميليشن يبقى عامل ازاي اول مرة الاري هيبقى فيه واحد صفار كتير اضرب بقى الاري ده في اتنين خلاص ده باتنين وده صفار صفار مش فرق معنا اضرب كده فكتوري الاتنين هو في الاري اضرب تلاتة اتنين بقت تلاتة ستة وده كده اضرب اربعة بقت اربعة وعشرين خلي بالك بقى هنا احنا قلنا ان احنا هنسيب ديجت بس في كل سل فاربعة وعشرين دي هنبدأ نجيب الكاري فيها بالمود اربعة وعشرين مود عشرة باربعة واربعة واربعة وعشرين على عشرة باتنين هات الاتنين دي وديها هناك على اليمين فسيب هنا المود يعني سيب هنا اربعة وعشرين مود عشرة وهنا اربعة وعشرين على عشرة خلي بالك بقى ده ايه الرقم ده لو بسطله بالعين هو اتنين واربعين لكن انا عايزك تبصله ريفيرسد اربعة وعشرين خلاص كده معنا فاكتوريا الاربعة بس ريفرز يلا بنجيب فاكتوريا الخمسة اضرب في خمسة اربعة في خمسة بعشرين اضرب في خمسة بعشر مرة تانية إيه اللي حاصل الارقام عدة الديجيت تسعة فامسك دي هات المود بتاعها هنا وقلب اللي على بتاعها فعشرين مدى عشر بصفر عشرين على عشر باتنين حط اتنين في اللي بعدك بقى اتنشر بردو اكبر من التسعة اتنشر مدى عشر باتنين 12 على 10 بواحد حطه هنا وهكذا افضل سيميلات بس خلي بالك زي ما قلت لك ممكن السيلة الأخيرة دي مثلا يبقى في دلوقتي مثلا value زي وافرد مثلا 200 مثلا فتفضل تاخد المتين دي تفضل تاخدها بالمود وعلى وتود يمين لحد ما توصل لإيه لصفارة بالطريقة دي نقدر نسيميلات فاكتوريا المية احنا عارفين ان البرائم دي رقب ما بيقبلش الاسم غير على نفسه او على الواحد والواحد نفسه مش برايم نمبر فالبرايم نمبر زي مثلا الفرنجي 25 هي مين اتنين تلاتة خمسة سابعة احداشر تلاتاشر تلاتاشر تلاتة وعشرين أرقام ما بتقبلش الاسم غير على نفسها او على الواحد سيف الالجوريثم طريقة ظريفة جدا نجيب بيها الأرقام فرنجي معين بيقولك ايه بيقولك انت عايز تجيب البرائمز لفرنجي 25 طيب عرف قرية بوليان اللي نسي بتاعه 25 وحط الاري ده كله بوحايد ماشي؟ انا نسيت اكتب الاستيبه دي هناك وحطوا كله بوحايد معادة الاريو في صفر واريو في واحد حطوهم بفولس وبعدين هنعمل ايه؟ ابدأ بقى من اول I باثنين لحد إن لو الاريو في I بترو ده معناه ان الرقم ده prime نمبر فمثلا في اول خطوة خالص الاريو في اثنين هتبقى بترو لان الاريو في اثنين ها لسه بدقين فده معنا ان الاثنين دي prime number هنعمل ايه بقى بالاثنين دي هنعد على كل رقم بعد الاثنين مضاعفات الاثنين كلها هنعد على الاربعة والستة والثمانية واضعفات الاثنين وحط كل رقم فيهم بفولس ليه لان الاثنين مضاعفاتها اكيد قابلت الاسم على الاثنين وبالتالي دي مش prime numbers يبقى انا دلوقتي همسك رقم prime وهشيل كل مضاعفاته همسك رقم prime وهشيل كل مضاعفاته خلاص طيب وبعد كدة هنيجى عند الثلاثة وهكذا خلينا ننسيميلات كدة لما هيجى عند ال بعد كده لما يجى عند ال i بثلاثة هلا ال crit هتبقى ال full false لا true لأن المكان عليك إرسالها واستحّالها تبقى أساساً بـ false لانها prime number. المهم اعلم مضاعفاتها. فاريوف 6 واريوف 9 واريوف 24 كل اديها لان بفولس. بعد كده ايوف 4 لا استنى بها ايوف 4 ببقى بفولس لانها تشارت هنا. فخلاص متعملش ايه حاجة هي اسم مش برايم. خمسة هتشيل 10 و 15 و 20 و كزا. ستة ستة مش برايم هتبقى تشارت هنا وتشارت هنا. خلاص? فمتعملش حاجة. سبعة سبعة هتبقى ايه هلو هتبقى remove دستحالة. ليه لانها برايم. فما فيش رقم قبلها هيقبل يقدر ابدا يمسح. وكزا تشيل بها الى 14 بلو 21. يبقى الفكرة بتاعة سيف بمنطقة البطاطة. امسك الرقم برايم. امسح مضاعفاته. فلما هنيجي عند رقم برايم استحالة يكون في حد قبل ومسحه. امسك بقى الرقم برايم ده و ايه? وطياره. عايزك تلاحظ حاجة هنا ان الرقم 14 ده اتمسح عن طريق اتنين. واتمسح عن طريق سبعة. اه اه ماشي. ومسلا حاجة زي الواحد وعشرين اتمسحت عن طريق الثلاثة. الشاهد يعني 14 دي مرة اتمسحت عن طريق مثلا الاتنين. ومرة اتمسحت عن طريق سبعة. يعني اتمسحت اكتر من مرة. عايزك تاخد بالك من الاوبسورفيشن دي. عايزك تفاليديت واي الفكرة دي صح? انا قلتها لك خلاص بس سيقنع نفسك بها اكتر. في بقى حاجة اهم. اه سيف قال ان احنا مش محتاجين نمشي لحد الاي بخمسة وعشرين. قالك امشي بس الحد سكورة خمسة. سكورة خمسة. لقى خمسة. معنى بعد اي اتنين تلاحية اربعة خمسة. اقف هنا. بيقولك كل رقم في الاري بترو ده برايم نمبر. وغير كده بقى فولس. طب يعام نكمل ستة وسبعة وثمانية وتسعة يقولك لا مش محتاج. طب حداشر لا مش محتاج. عايزك تقعد تفكر ليه الكلام ده صح? طب ليه الاوبسورفيشن دي مهمة? لا يفرض مسلا انت عايز برايم زي فرنج. اه العشر تلاف. الطريقة الاورنية بتاعتنا دي هتمشي عشر تلاف مرة. وتعد على الاري عشر تلاف. ادي عشر تلاف عشر تلاف بمية مليون. بمية مليون. لكن الطريقة بتاعت سيف. هاتر الاسكوروب بتاعت العشر تلاف بمية. امشي مية فالف فعشر تلاف بمليون بس. فانت بقيت بدل ما تعمل ميت مليون اوبريشن عملت مليون اوبريشن. بالتالي دي اوبسورفيشن تهم مينة? طيب اه برميوتشن سايكلز. دلوقتي لو انا معي الري كده واحد اتنين ثلاثة صفر ده الري. طبعا احنا فاكرين البرميوتشن لما قولك معي برميوتشن اف لن ثن. فده معنا معنا الارقام سي من صفر لن مينس وان او من واحد لن. بس ايه? ام فيها شوية تباديل. خلاص? فدي البرميوتشن اللي هو مدهالة جديد. فمش هديك في الاري غير ايه ارقام انتجر كده. وهيبقوا لو الاري لنس ارباعي بقى اربع قيم من صفر لتلاتة. وكزا. دلوقتي انا عايزك تفكر في الانديتيز المقابلة للاري ده. اللي هو صفر واحد لتلاتة. ماشي? عايزك تبص كده البصة دي ايه? شايف الصفر دي? اتحط مكانها مين? واحد. طب الواحد دي شوار جات عند قريب بتاعي. اتحط مكانها مين? اتنين. طب الاثنين اتحط مكانها مين? ثلاثة. طب التلاتة تحط مكانها مين? سفر. طب الصفر واحد. لا احنا اجينا هنا قبل كده. حسب السايكل دي. كان الانديكس حد تحط مكانه. طب ما مكانه ده تحط مين? حد تاني. واكزا دي اسمها سايكل. طب تعال نجرب قريه تاني. اتنين صفر واحد اربعة تلاتة خمسة. ده قريه وفي الانس بتاعه ستة. فهنعمل من صفر الخمسة كده مقابل ليه. يلا ن نعمل نفس حركة دي? السفر اتحط necesario اتنين. طبو اللي اتنين مكانها واحد. طبو الواحد مكانه صفر. طبو السفر لا خلاص عملناه. خلصنا التلاتة دولة ونشار تبقوا ال tranquil night. طبعا مش倍raction تبقوا الرابعة ماشي. يعني اي ممكن كان مثلا السفر يبقى مكانها خمسة ودعا 5 مثلا مكانها صفر فهيبقى 0 و 5 مع بعض. هنا التلاتة عند الاربعة والاربعة عند التلاتة. خلاص مع بعض. خمسة مع خمسة. كل واحدة من دولة بنسميها cycle. ليها تطبيقات كتيرة بس مش هكلمك عن تطبيقاتها دلوقتي. المهم ان انا عايزك تاخد برنامج هتديك قري زي ده. تقول لي ان صفر بيروح لاثنين اثنين لواحد واحد لصفر. تلاتة لاربعة لاربعة لتلاتة خمسة لخمسة. خلاص? زي ما قلت لك ممكن يبقى صفر هنا خمسة وهنا خمسة صفر. يعني ايه مش شرط بنخلص اول تلاتة وعلى كده ايه ممكن يبقى ايه اي حاجة. ممكن كله يبقى سايكل واحدة. او ممكن يبقى كله cycles يعني خمسة. خمسة بس هو خمسة cycles. وكذا. ففكر فيها. دي هيبقى مسلا الستيل بتاع الفونكشن. بداخد قري والsize بريم اذا قمت بت ranked cycles ايه ايه بريم من البروبلمز الزريفة اسمها جوزيف بريم جوزف ده بيقولك ايه ما عاديك رقم ان عشرة مسلا العشرة دولة وقفين في سيركل 1,2,3,4,10 واحد سيركل واورة بعض ومعانا رقم كي في واحد وقف معامو سدس وبيبدأ من عند الرقم واحد وبعدين يعمل ايه يعدي كيه من المرات 1,2,3,4 كي وبعدين يروح عامل ايه يقتل الشخص اللي جاي عنده كده ويروح من موته وقف من عند الشخص اللي بعضه يعمل نفس الحركة يعد 1 من 3 4k ويروح قادر خليك فاكر ان احنا في cycle يعني لما يوصل لاخر رقم هيدي على ورا يفضل يعمل كده لحد ما يبقى لنا رقم واحد في الاخر بس رجل ما تقدلش ده survivor بتاعنا ده الناجي فالفنكشن دي integer solve joseph integer n و k دي هتدينا دولة ترجع لمن اللي ناجي من الناس دي كمثال كده تخيل ان ال n ب7 و الكتل 3 فانا معاها الارقام 1 7 فين في circle الراجل ده هيبدأ من عند ال 1 1 2 3 اقتل يقف دلوقتي من عند ال 4 هنا هو 4 5 6 اقتل ال 6 دلوقتي بقى 1 2 4 5 7 وفين عند مين دلوقتي عند السبع يعد 7 1 2 اقتل 2 يبقى بقى دلوقتي بقى 1 4 5 7 وكذا هتلاقي بعد كده دود بقى 1 4 5 7 1 4 بقى 4 يبقى 4 ده هو survivor هو ده اللي احنا ايه هو ده اللي احنا عايزيني بس دي شوية اكسرساتزة عشان تشتغل فيهم لو سمحت اجرب كل الحاجات دي خلي بالك من حاجة مهمة زي ما قلتلك في الاول احنا محتاجينك تكتاز 3-should معين في الاراية و 3-should معين في كتابة الاكواد فمن ضمن الاخطاء اللي بيقع فيها بعض المبتدئين انه لما يمسك problem يقعد يحل فيها وما يسبهاش غير لما تتحل وممكن ما تتحلش في الاخر وتلاقي قاعد في المسألة 5-6 ساعات وتعالى انا في طرد انه حلها في الاخر على الجانب الاخر في زميل لي قاعد مثلا جرب في المسألة نص ساعة ما عارفش في ساعة ألف عارف الحل ففي خلال الخمس ساعات مثلا كان عارف خمس مسائل وزميلنا الاولاني في خلال خمس ساعات عارف مسألة الاولاني اللي قاعد خمس ساعات في المسألة ده كسب حاجة طبعا مهمة هو انه عارف يفايت في المسألة لحد ما حلها دي سكيل مهمة طبعا لكن الاسكيل دي احنا عايزيننا تتربى قدام شوية زي من التاني اللي اتعرض لخمس افكار وكتبهم وعارف حلهم سواء جاب الحل بنفسه أو غيره ادالوا الحل ده هيبقى مستوى احسن واسرع فمرة تانية عايزينك تبقى بتتعرف على افكار كتيرة وبتكتب كتير في الاول اكتر من عقلك يوصل للفكرة الوحدة بنفسه زي الاب كده اللي يقعد يقول له ابن بابا بابا بينطقوا بيعلموا فانا عايزك في الاول تسمع كتير وتقول كتير حتى لو حد هو اللي بيساعدك حتى لو بتبص على الحل لما تجبر شوية بطبيعة الحل هتبدأ انت ايه تحط وقته اكتر انك انت تجاوب على الافكار اكتر فلو سمحت ما تحطش وقته كتير جدا في مسألة واحدة حط ثري شولدن نفسك مثلا هفكر فيها مثلا 30-40 دقيقة منفعشها شو اسأل حد على الفكرة عرفت الفكرة حاول اكتبها لوحدي معرفش اكتبها ودين مثلا نص ساعة هشوف كتغيري وهكذا فكر فيهم كلهم وكتبهم حتى لو انت شافت المسألة تفها فكر ازاي تكتب المسألة بصورة افضل او بصورة اسرع يعني مش مجرد انك تكتبها خلاص اوقف على كده برضو ممكن تسأل غيرك وتشوف حلوله حتى لو انت خلصت المسألة ممكن تلاحظ الناس بتكتب الحاجة بصورة افضل عايزك برضو كل المسألة احنا كتبناها دي بعد ما تكتبها تعمل حاجتين manual testing انك تقعد تفكر في كل التستكيزة المختلفة ولو تعرف تعمل automatic testing اعمله خلاص بحيث انك تتأكد من شغلك لو انت بعد ما عملت المانوال testing لقيت ان البرنامج بتاعك ما بيقعش وقوي فديه مؤشر كويس جدا ليك انك واخد بالك بتعمل ايه لو وقع بس انت عرف تجيبي التستكيزة اللي بتوقعه فديه حاجة كويسة لو ما عرفتش توقعه manual بس عرفت توقعه automatic فديه يبقى انت رسم تاخد بالك انك عندك لسه مشاكل انا عايزك يوم ما تكتب ال automatic testing ده يعدي تماما ما يقعش خالص اخر حاجة posting solutions في الفري انك تبوست في البيتج بتاعتي يوتيوب على الحلول بتاعتك سواء حلتها او غلط وابتعايز الناس تساعدك لو لقيت عندي شوية وقتها ساعدك في موقع ظريف اسمه IDE1 IDE ده زي Eclipse و IDE نسيت IDE اختصار ده Identify Development Environment حاجة زي كده اللي هو المفروض الطول اللي احنا بن develop فيها يعني المهم يعني ده موقع ظريف ممكن تبوست فيه الحل بتاعك وتقول له بوست فيديك لينك للحل ده بدل ما تبوست السلوشن بتاعك نفسه ككون فبوست السلوشن بتاعك دوت وقول السلوشن ده هو السلوشن بتاع البروبلم الفلانية وقول انك انت حلتها صح او عندي مشكلة مشكلة فلانية وهكذا بس خلاص علامكم اللهم ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزيدكم علما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة